فضلنا وقتك وتعالي نتسلى في قعدة ستات حكوينا مش طبق وموضع ولا هو سطحي وتفهات والحاجة اللي تعبكي زي كانتلاقي ألفات بس راحة وراحة هنتكلم ده كلامنا كله شتات فضلنا وقتك تهديكي واستني كلام ستات واستني كلام ستات شفت حاجة على فيسبوك قبل ما يجي هنا ده حكيتني في صراحة موت حاطين كده صورتين كتاب صغير خالص يعني مثلا بتاع ورقتين تلاتة كده وجنبي كتاب يعني واخد المساحة كلها كده ويقولك بقى كتاب الصغير ده كيف تفهم الرجل وكتاب الكبير اللي قد كده ده كيف تفهم المرأة ده ساعت بعمله ورقة بس كيف تفهم الرجل المسك ورقة صراحة ما يشي فهم سطحيين برضو ما يفهموا وما مش محتاجين حاجة عشان تفهمينه بس احنا رضا مش معقدين أولا لا يا كريستينا عيدا اللي شفتي هي ده المقدمة فهي لو إذا بدون يشو هي هارد ديسك يعني قد ده كتب يعني احنا فعلا يعني معقدين كده يعني؟ قصي هو دايما يقوله غموض المرأة وأحلم في المرأة غموضها ودايما يتكلمه عن غموض المرأة كده بس انا ساعات بفكر انه احنا نفسنا ساعات بنيبقى مش عارفين احنا عايزين ايه؟ يعني افتيك الأوقات كبيرة عملت مشكلة مثلا عشان حاجة معاينة كنت عايزها وبعد ما اتعاملت طب انا كنت عايزة كده فعلا احنا برضو في جزء علينا ان احنا اوقات بنتخيل انه الفكرة اللي في ذهننا مفترض اللي قدامنا يقراها من غير ما نقولها انه يكون زكي وخاصة الزوج يعني قريبت انه يعني هو رح يلقطع على السريع لا بدك تقليله عمول هايدي الشغل واحد اثنان ثلاثة فيا بدكري بيقولك انت ما قلتيلي يعني لازم هي تجي تقله بالتفاصيل يعني اللي انا بديقي لانهو ما بيهموا التفاصيل فأنا بحس انه هو أنجز نص العمل اللي انا طلبته منه فهذا شي بيضيقني او مرات كمان مسلا بيكون فايت هو وانا زعلاني ما كمان مش عارفة لي كمان نفس الشي بيعد بيسألني مالك مفيش مشهورة جدا مالك مفيش لا بس النطة دي يعني ساعات بيبقى في بس مثلا حاجة صغيرة وهي مضيقاني فلو قلتها هتبقى حاجة كبيرة فاحسن نسكت بس مش قادرة كون كويسة فبتبقى ما فيش دي شيء من الصدق او بس يعني بس اخوك اذا بلعتيها بتنزل يعني لو انتي سكتتي وبلعتيها او هتنزل بس لو اتناقشنا هممكن تكبر فاحسن انها هتنزل يعني لا لا انا شايفة ان احنا نتناقش فيها احسن تقول هو امر صغير ومش فارق معي بس هو مع كنيني علشان كذا كذا وطريق بحيس ساعات ممكن يبقى لو قدامي بازل مجهود كبير قوي زي با حدتك قلت كده بس بيبقى فيه تفصيلة ما حصلتش فالتفصيلة دي هي الكئباني بس حرام هو بازل مجهود كبير فانا سكتة علشان مقدران مجهود مختلفين انا بحس هيك انا من بعد زواجي يعني بحس انه احنا مختلفين مثلا تنقول مع زمين على العرس بقوم انا من الصبح لزبت شعراتي وحدل للولاد وتيابون وكويله وبدلته اهم شي بدلت الزوجي وحدل له اياها وعلقه هو بيجي من الشغل والاعمل الميك اف وزبت اموري وكل شي والا حتى هو بيجي من الشغل شو بده خمس دقايق دوش خمس دقايق لبس بينزل على السيارة بدورها ونطرني بالمستكول يلا يلا وين صرتي بنزل انا وبعدني عم حط بالكريمات وانه كتير اتأخرت طيب يا حبيبي انت ما مش عارف انت مش عارف انه انا ما بيقبرو على العرس وطبيعتي كست انه انا لازم تكونوا انتو على افضل شي ما بهمه على الفكرة فيه كاميكس كتير بتوانزلها على الحاجات دي وبيقى فعلا ان احنا مش غلطانين يعني هو ده فيه فرق احنا بنعمل حاجة انت بتعمل حاجة تانية بس بس اللي بيحسن انه بالترير على الانتره ورقته وبس عشان احنا مختلفين عشان احنا حقيقي كشخصيات مختلفين كست وكراجل يعني انا بحس انه لأ يعني لازم المرأة هايدي الشغلة الوحيدة لازم تشاركوا هي شو اللي بتفكر فيه انا طبيعتي هيك لانو كمان حتى طبيعة المرأة بين المرأة تاني بتختلف حسب هي وين وهي مشاركة يعني فعلا المشاركة بتحيل كتير من المشاكل بس هي دي عكس شخصيتنا اعتقد يعني احنا نحب نبقى غمضية او مسلا مش عارفة مش عارفة قولها عليها غموض ولا لا بس بحس ان يعني فيه حاجة بتفقد جمالها لما بتبقى وضحة زيادة ما بعرف انا بحس انه اذا تشاركته بحس العكس احلى يمكن هو يحضر احسن يعني مثلا او كنت انا محضرت له شي وبيدي فاجئه او شي تعلمته جديد مثلا او شي ما كان شفته بدل روح انا وييه حلو اجو خبره قبل الوقت او او انا تعلمت اليوم شي جديد خلينا نفسه سوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دكتور اسامة انا عايز اسألك سؤال كنا منحكي مع بعض في الحكاية دي هل فعلا فيه اختلاف بين شخصية الرجل والمرأة لان انا كنت لسه شايفة حاجة على الفيسبوك كده ويجابين لك صفحتين ويقول لك ده شخصية الرجل لفهم شخصية الرجل يعني اقرأ صفحتين دول وبعدين جنبه بقى حاجة عريضة كده طويلة عريضة يقول لك لفهم شخصية المرأة فهل فعلا هو فيه اختلاف ولا هما رجالة بيتهمونا ظلم ان احنا ناس وقدت قالت دي المقدمة انا اعتبر ده واحد برضو يا خلالك مع ان احنا محتاجين كل ده عشان نتفهم اه هو فيه فرق بين شخصية الرجل وشخصية المعهل وأقول ليه الفرق ده موجود يعني قبل منقول الفروق واحدنا انت 13 اعتقد مش نخلط لكن هو ليه الفرق موجود عموماً الجثم البشري في قراراته، أفعاله، ردود أفعاله، تثرفاته، ثلوكياته يتحكم في الجثم البشري جهازين الجهاز العصبي المركزي والغدد الثماء الهرمونات بمعنى أطحاب فلو علمياً فيه فرق بين المخ في الرجل وفي المرأة وبين الهرمونات في الرجل وفي المرأة يبقى الطبيعي أنه يكون فيه فروق ولو توقعنا غير كده يبقى احنا مش ماشين على أثثان يعني ده حاجة فيسيولوجية، بتأثر حتى على الطباع الشخصية؟ طبعاً طبعاً وليه الاختلاف ده بخلينا أكثر تعقيداً يعني في نظر الناس؟ يعني هم مش أكثر تعقيداً لكنه مختلف يعني خلينا نقول مختلف مع أنه لو يعني عاوزة تثلل أنه أكثر تعقيداً ممكن يكون كده طبعاً يعني كانوا صفحتين ومجلد فأكيد ده معنا أن احنا أكثر تعقيداً لو الكلام صح يا طيب أحاول أشرح بطريقة أخرى أنت عارفة المخ البشري عبارة عن فص يمين وفص شمال أوكي والشمال ده الفص المخ الشمال هو المثؤول عن التفكير وعن التحليل وعن الذهن وعن الكلام ده الفص اليمين مثؤول عن المشاعر وعن الذكريات أوكي وأكيد مش ده في حتة وده في حتة لكن في خلايا عصبية بتوصل الفص اليمين بالشمال عدد الخلايا العصبية اللي بتوصل اليمين بالشمال في المرأة أربع أضعاف في الرجل ده فعلاً يا عين عليك أربع أضعاف يا عين عليك أيوة شغيلي كل المهار أنا أتفكر آه لا وإذاي ما حد شفهم كلمة ملمث دي غلط إذاي مشاعرها ملمثة على ذهنها طول الوقت يعني ما تقدرش تفصل طول الوقت لكن الراجل يقدر مشاعره كده وذهنه كده وقدر يعمل الفصل جد نوعاً ما فالترابط بين فصلين المخ في المرأة أكتر بكتير جداً من الرجل فلازم يعمل اختلافات ممكن لما نفكر بالاختلافات دي نقول آه تحية حاجة كمان بقا الهرمونات في الرجل على مدار اليوم وعلى مدار الشهر الثبتة بالنسبة للمرأة الأمرى مش كده لكن الهرمونات على مدار الشهر وأحياناً على مدار اليوم بيبقى فيه اختلافات وبالتالي ده بيأثر على مدها شخصيتها اللي عايزة وفجأة تبقى مش عايزة قوي أو مش فارق معاها يعني ممكن مشاعرها تتغير بالهرمونات يعني مثلاً اليوم أنا مشاعري هيك مييلي إنه أنا عاطفية وهيك وبنفس الوقت رجعت آسية يعني بتتغير بيحتل وبيفرق من واحدة للتانية أوكي وفي واحدة بتعدي عليها هذه الأمور عادة بدون تغيرات واضحة وفي ناس بياثل بهم الأمر إلى حد الاكتئاب طب يعني أنا كده يعني ماشي وده حاجات فيسيولوجياً صح بس كده حاسلك إننا إحنا مش طبيعيين أو مثلاً أنا إزاي أحكم على رأيي في وقت إن ده فعلاً حقيقي يا حبيبتي وين مش طبيعيين؟ قلت أنا أول قرار قالك إنه إحنا هيك ومنظل ينفكي ماشي لأ هي ممكن تكون ميزة لكن أنا مثلاً يعني مثلاً دواتي نزع علينا أعود دائماً أمش عارفنا فعلاً الموضوع داي زاعل ولا هو أنا عشان هرومياتي مش متزبطة ولا يعني أحب قبل أنت كده 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 قوي يعني مش لأنه مش مش متوصل كده قوي يعني إنه الحكاية بتاعة الفطين المخ أو بتاعة الهرمونات تخليك يتشعر كده قوي كده قوي كده قوي أها مش وقعية يعني أو في حاجات تانية اللي بتتحكم في النظريات بس ما عارف أنه حال يعني قبل ما أقولك إيه ما ثوقه خليني أقولك هو حلو إزاي أنتي عمرك شفتي راجل يعمل ثلاث أربع حاجات في نفس الوقت لا خالص يعني لا أنا ببقى مستعجب جداً ألقاها حتى التليفون كده يعني حتى التليفون كده بتكلم حتى وقتها بتطبخ أو بتعمل كروشي يعني ما تكون حاجة دقيقة وبتتبع التمثيلات أو بتعلم الولد كمان أو وإذا كانت بمسحة ومرأة عم بتدعسلة على الأرض بتقول لك انتبه ويعم تحكي مصحبتك جوثان ابني بيقول لماما يا ماما أنت عندك عنين فقفاكي فقفاكي فقف بجد لأن هو ده جاي من الحكاية يعني هي تقدر تقوم بمهام متعددة في ذات الوقت والرجل ما يقدرش يعمل إلا مهمة واحدة فقط لغير في الوقت الوحيد يعيني عليك يعيني عليك ريحت دي ميضة أوكي تنقليلي في الثواء الرجالة أحلى ولا الثلاثة هاا كده أنا اختلف بليز 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 خلوني أنا جاو بليز لأنه كل الرجال شايفين حالهم شو مخر شو مخر يعني عرفتو يعني هيدا اللي بيلعب سيارات أه ما حسر واحد بيسوق في الدنيا يعني عرفتو؟ ونحن لما بنعرف نصف السيارة ونحن لما بنعرف نسوق لا أهو بسي بصراحة يعني أنا ما بقى مشا في الشارع أول ما شوف تصرف مش طبيعي بقول أكيد لسائقة واحدة سيت وبيتلق كد كوكي أنت معنا ولا علينا أنا نشيني فكرة هو ده له سبب؟ أو طبعاً له سبب؟ لأنه الراجل لما هيثوق العربية محتاج نص مخو الشمال يستخدم كل مؤخر محتاج نص الشمال بنقول إنه هو ده بتاع الذهن والتركيز وحل المشكلات والكلام ده كله فهو محتاج ده المرأة لكن مش بإيد الثت يعني أنا مش بقول إنه لكن أنا بشرح هو ليه كده؟ يعني هو ليه؟ إنتي لما بتلاقي تصرف مش طبيعي في الثواءة بتقولي أكيد واحدة ثواءة يعني ممكن يكون راجل بس هو ليه الأكثرية كده؟ ده جاي من حتة ارتباط المخ الفط المخ اليمين بالمخ الشمال أكتر من اللقم حالتك فكرتيني في فيديو كده برضو شفته كانوا سألوا مجموعة ناس كل واحد يقول يعني مثل إنك واحدة ستة بتسوق فالستات مثلت أي عباطة يعني حتى نفس الستات مثلوا عباطة كده وهم بيسوقوا والرجال الكبار برضو مثلوا عباطة وهم بيسوقوا من معلوماتنا من مجرد فيديوهات لكن لما بيكون الكلام مبني على قصة علمية حقائق علمية بيبقى الكلام منطقي أكتر له ثبب في إنو دايك سوري بس أنا بالسويقة ما فهمت مين اللي أشتر بالآخر طلع مع حضرتك ما رأيت لا هو طبعا طبعا كوني محتاج الموخ الشمالي فط الموخ الشمالي بدون تأثيرات من فط الموخ اليمين علشان أثوق حل فالرجال أفضل من غير ما تضعلي أو نشعوي من مضحي يعني ممكن نقول للستات محتاجين تدريب أكتر يعني أصلا أكي في حل ما هي لو تدربت أنا بجيب التواقع كمثل لكن مش هو مربط الفرق لأنه كثير بعالقوا علينا فيها لكن أنا بقول إنو مش أحلى ومش أوحش لكن ده بيخلي الثتة أمهر في حاجات ذي إنها هتعمل ثلاثة أربعة خمت حاجات في توقيت واحد والرجل لو فصلتي عن الحاجة اللي بيعملها مثلا والرجل والستة بيتناقشوا فإن هو عاوز يطلع معاها رحلة ويثيبوا لأولاد فهي بتقول له طب والتكاليف فأنا هيدخل لي كذا وفي جمعية أنت عاملها بكذا وعلينا كذا بس لينا كذا قبل ما يكون بيستنف والولاد ولو عامل حسابة كانواديهم عند ماما ماما عندها معاهة عند الدكتور ولو عامل أو اللوياتها حاجة لما بتيجي بتتعامل مع قطية بتتعامل مع جميع المشكلات فنفط الوقت هو أنا دلوقتي بقول هنجيب منين الولاد دي حدوتها ثاني نحكي بيها بعد ما نخلف هنجيب منين بعد هنجيب منين الولاد هنجيب منين بعد هنجيب منين بعد هنجيب منين بعد هنجيب منين بعد هنجيب منين هنجيب منين فلقنا واحدة واحدة ورا بعضهم بس يعني هو حلو أن احنا نفهم شخصيتنا عشان نعمل لها تطوير بقدر ما نقعد ننكر كل نقط غريبة ونفضل اللي عايشين فيها يعني طبعا ده فكرني بسؤال تاني يعني لأن احنا مثلا في الكنيسة مفروض المرأة لها دور تاني ما بتاخدش دور قيادة أو كده ففي ناس تقول لا هي شخصيتها أصلا لا تصلح للقيادة ولا في شغلها ولا في ولا تمسك منصب يعني وزي ما هي في الكنيسة ربنا ما أهلهاش لكده فهل ده كلام صح ولا ده بس مجرد اختلاف أدوار في حتة وفي حتة التانية هي ممكن تقود عادي لا طبعا مش كلام مظبوط للسبب إن البيت والكنيسة غير الشغل والمدرسة والمشروع والكلام ده كلها فرق الجوهان كل الأشغال والوزارات والحكومات كيانات ولما أتكلم عن كيان فالأكثر خبرة والأكثر علم والأكثر كفاءة هو اللي يقوم بالمثئولية فلو في مستشفى لو الأكثر كفاءة طبيبة تكون هي مديرة المستشفى لو الأكثر هي المرأة يبقى تكون هي الوزيرة لكن البيت والكنيسة ليس كيان لكن تستطيع أن تقولي كائن كائن بمعنى جثد ورأس الكنيسة كذا والبيت كذا البيت الرجل رأس المرأة الكنيسة كذا الله رأس المسيح المسيح رأس الرجل وخلي بالك المسيح مش أقل من الله وبالتالي لما أقول الرجل رأس المرأة مش معنى كذا أن المرأة أقل من الرجل فاللي يمشي هنا مش بالضرورة يمشي هنا لأنه ده ده حاكة وده حاجة تانية خالي تجمل لنا كده الفروق بين الرجل والست كده وتدينا فكرة نتعامل إزاي مع الفروق دي يعني أهم حاجة أو أهم بعض الحاجات في فروق البيت والعمل التعيد في عمله بالنسبة للرجال بيته مستقر التعيدة في بيتها عملها مستقر يعني العمل يؤثر على البيت بالنسبة للرجل لكن البيت يؤثر على العمل بالنسبة للرجل وده نظرا لأن العمل أنا محتاج فيه الفط المخ الشمال المخ اليمين بتاع المشاعر وبتاع ده وده موجود عند الثتات أكتر فشغلها حيتأثر لو بيتها هي مستقردة فيها في علاج المشكلات الراجل بيعالج مشكلة مشكلة الثت بتعالج المشكلات مع بعضها كالقضية برماتها كل المشكلات المتشعبة اللي فيها وعلشان كده الثت تحتاج للفطفضة لكن الراجل يحتاج لأنه يذكت ويدور على حل ويدور على الحل ويدور على الحل فيه فروق كتيرة ومصدرها أو منشأها الاختلاف العصبي أو الهيرموني المهام المتعددة الثت تقدر تقوم بها الراجل يقوم بمهمة محددة الأحاديث الثت تميل إلى الأحاديث الغير مباشرة الراجل يفهم الحديث المباشر ويفثر تفتير حربي يعني لو أنت مشى مع جوذك قلت حلو البلتو هو مش هيفهم أنت عايزة تشتري البلتو وانت حدث عالي جدا أنك رغم أنك قلت حل جاي ومعيد ميلادك بعدها بثلاث يام يقولك تحبي أجيبه ميلادك طب مفروض أن أنا طب ده مش لي علاقب الزكاق برضو ولا بس ده لي علاقب اختلاف الشخص طب بتقللي أنه هيدا البلتو يعني اللي هو شي بن لبس فقلت هيب أنه هيدا حلو جيبه على عيد ميلادك يا نهوري وإيه اللي بقى الفرحة في فائدة لو قال لها لو قال لها طايا مفاجأة طايا مفاجأة إيه المنع أنها تقوله فكر لما عدينا من قدام وتقول إثم المحل يعني تدينه يعني هي عجيبها البلدو يروح يجيب لها شوز يعني مش المفروض أنه هو يتقمن غير ما أنا أقول يا ستي لو مش حاوزة تقولي لمحي لا وانا لو عارفت في رؤية آه هي بقى ثايتها عادية لكن انا لو مش عارفتها وتسايتها أقول إيه الزكئ دا يعني يعني هو بيفكر في الهضية مش هيجمع المشاعر اللي جت والذكريات اللي جت من ثلاثة يعني مش هيقدر يعمل كثرة أوكي فالأحاديث الراجل بيفهم الحديث الحرفي المباشر الست بيتاميل للأحاديث المجازية الغير مباشرة اللي فهمنا بقى واللي عارفنا أكتر من شريكة حياتي أو اللي عارفك أكتر من زوجك اللي خلقنا اللي اصنعنا قد إيه الكتاب لما بيقول فأعلم أني قد امتفت عجبا كنت أعتر أقول طب هو كان الرب غلبان يعني أنه يعمل للرجالة زي الفتات ما كان ممكن يعمل كده بل طب هو ما عملش كده علشان يكون فيه تكامل وعلشان يكون فيه تنوع على فكرة لو رجالة زي الفتات ربما ما كانش حدر طبعا صحيح لكن لأنها بتدور حالا حاجة نقطها الزاي طريقة التفكير الممرهجة هو بيدور على حاجة نقطها كيف أن الحياة ما تبقاش مجرد حل للمشكلات لكن يبقى فيها مشاعر ويبقى فيها فالرب من خلال ده كملنا فهو تنعنا وبحاجة بضي ما المظمور قال موسيقى 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 اشتركوا في القناة